الوجود التركي العسكري في العراق تحت القصف مجددا وجهاز مكافحة الإرهاب التابع لإقليم كردستان العراق يكشف تعرض قاعدة للقوات التركية في محافظة نينوى شمالية البلاد لهجوم صاروخي من دون أن يؤدي لوقوع ضحايا وزير الدفاع التركي خلوس ياكار يتعهد بالرد على الهجمات التي وصفها بالإرهابية من يستهدف القوات التركية في العراق وأي دور لبغداد في ضمان أمن البلاد معنا الآن من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي سرمد البياتي مساء الخير سيد سرمد مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار برأيك من قد تكون الجهة أو الجهات التي من مصلحتها استهداف القواعد التركية الموجودة في العراق نتحدث عن عشرات النقاط والقواعد تقريبا أربعين في شمال البلاد من يستفيد من استهداف هذه القواعد برأيك؟ وأيضا عشرات من الذين يستهدفون هذه القواعد خرجنا كثيرا أنا معك بلقاءات كثيرة وتكلمنا عدة مرات عن هذا الموضوع يعني أولا حقيقة من نص صباح اليوم فتحت الخريطة من أجل أن أرى أقرب مسافة ممكن أن تقصف منها هذه القاعدة يعني المسافة ممكن أن تكون بعيدة إذن الصواريخ 107 ملم الكاتيوشي ما توصل هذه مناطق قريبة ضمن سيطرة الأقليم طيب إذا كانت القراد التي هي الثقيلة 122 ملم فإعتياتي ستكون تأثيرها واضح وكبير جدا في هذا الموضوع يعني أنا أسفعت أنه فصيل أحرار العراق أنت تعرف يا أستاذ الكثير من الأسماء والمسميات هي يعني قد تكون غير معلومة على الشارع العراقي لكن أنت تعرف اللي يستهدفوهم البكة كي يستهدفهم منظمات أخرى تستهدفهم منظمات يعني ترى بأنه هذا خرق للسيادة وتتكلم عن السيادة وسيادة العراق أيضا تستهدفهم هذه مشكلة يعني مشكلة كبيرة لكن أنا قلت لك ثمان صواريخ ليست بقليلة أنت تعرف ذلك وأنا مستغرب أنه على كل أكان يقول ردينا على مصادر النيران لكن أيضا هم أنت تعلم جيدا يعني سأعطيك معلومة ربما ليست معلومة سرية هم يوميا بالمناسبة يقصفون الجبال القريبة من دهوك وقنديل ومتين يوميا تقريبا شبه يومي الأثراك حدهم قصف على هذه المناطق فلذلك أعداهم كثر في المنطقة يعني حقيقة ما العلاقة أنه هي علاقتها قوية مع الدولة العراقية لكن أعداء الأتراك الأعداء كثر ولكن الأصدقاء أيضا ليسوا بالقليلين أستاذ سرمد نتحدث عن هذه القواعد موجودة في إقليم كردستان علاقات تركيا جيدة مع الإقليم مع الحزب الديمقراطي تحديدا حكومة الإقليم دعني أسألك لا لا مو الأقليم أنت تعلم جيدا الأقليم أيضا لا يريد لهذا الموضوع كثير من الشركات التركية لديها شراكات مع مشؤولين في الأقليم أستاذ أنت تعلم وين أعلم هذا الموضوع طيب خلينا في الموضوع الأمني هي تعمل داخل الأمني بلاشت مشكلنا أستاذ سرمد خلينا في الموضوع الأمني الآن فيما يتعلق بالسيطرة الأمنية على هذه المنطقة هل هذه منطقة تخضع لسيطرة القوات الأمنية في الإقليم البشمرجة وغيره أم أنها مهمة مشتركة لقوات الحكومة المركزية مع قوات أمن الإقليم لا لا هذه المنطقة يعني أقول لك أنا سبحان الله آخر سفرة إلي للكردستان رحت البعشيقة يعني وأخذت صور في هذه المنطقة لا للإقليم هذه للإقليم السيطرة الأمنية للإقليم ولذلك الحكومة ما أعلنت هذا الموضوع الحكومة الاتحادية اللي أعلنوا الموضوع هو مكافحة ترهاب كردستان فلذلك ما أعلنوا الحكومة يعني أنا حقيقة فاجأت يعني الآن قبل الدخول أيضا عدت المواقع والإشارات ماك وأي إشارة على في شأن هذا الموضوع لذلك لا تابع إلى الإقليم بس هي المناطق قريبة المناطق محاذية يعني هي هو أستاذي ما يستطيعون نتقصف إلا من مناطق خارج سيطرة الاتحادية والإقليم اللي هي المناطق ذات النزاع اللي نتكلم عليها ضمن المادة 140 هذا الفراغ الأمني الموجود بين الإقليم والاتحادية هذا كل شيء به تلاقي بداعش تلاقي بجهات أخرى يعني صعب السيطرة عليها بالوقت لحاضر فلذلك أكيد من هذه المنطقة بالذات هي اللي تم القصف منها بس لكن مو أقل من 20 أو 25 كيلومتر بالمناسبة مو أقل من هذا لكن أنه كيف وصلوا وكيف دخلوا وكيف هنا المشكلة إذن هنا لك خرق أمني أستاذ العزيز نعم يعني هي لست المرة الأولى أستاذ سامد يعني تم استهداف بعض هذه القواعد مؤخرا بطائرات مسيرة وبالتالي يعني بين الحين والآخر تقع مثل هذه الهجمات دعني أسألك عن هذه القواعد وكيف يتعامل العراق معها أولا هل هذه القواعد تركيا تقول هذه القواعد موجودة بناء على اتفاقات مع الحكومة العراقية لا أدري هل الحكومة العراقية موافقة أولا على وجود هذه القواعد أم أنها يعني مجبرة وغصب عنها موجودة هذه القواعد يعني أنا ما رح أتملص من السؤال لكن رح أقول لك شيئا آخر لو رفضت الحكومة هذه القواعد هل سيخرجون الأتراك لا يا عزيسي لا الأقليم ولا الحكومة الاتحادية ولا أي سلطة قادرة على أخراج الأتراك من هذه المناطق ليكون هذا الموضوع خلينا واضحين نعم الحكومة تعرف بها والأتراك يأرفون بها أما أنا بعجلتي الخاصة فوق العمادية زين والله استغربت شفت ع الجبل قاعدة مثل قاعدة عسكرية آني آني مو غيري يعني فلما انتبهت لقيت العلم التركي أنا في نص الأقليم فوق يعني فوق دهوك شمال دهوك باتجاه العدود التركية للسياحة فكل تعرف بها حتى المواطن الاعتيادي اللي يمشي بالشارع يشوفها لا الكل يعرف بها التركيا مصرع تقول هذا الكلام مواضح أخرجوا حزب العمال نعنوا نخرج من هنا لا تخرجون حزب العمال نحن لا نقدر وأنا أقول لك خلاص الكلام وبين قوسين لا نستطيع أخراج حزب العمال ولا نستطيع أخراج قواعد تركية لا نستطيع لا نستطيع ولا نريد أولا لا نريد لأنه علاقات في تركيا علاقات قوية نحن ميزان تجاري ميناتنا 18 لا لا أتحدث عن إخراج إخراج البيكي كي أتحدث عن حكومة تعالية وكذلك الأقليم الإقليم هل هو قادر مع الحكومة المركزية على إخراج البيكي كي لا 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 هذا كلامهم بضرس القاطع لماذا أنا عسكري وأنت تعرف كل زين أنا ضابط من الثمانينات زين البككة حفروا أماكن يعني قتالهم صعب هم يطلعون لكن تنطق خسائر قتالهم صعب حفروا مواقع في قنديل وغير قنديل وسنجار مواقع من الصعب اختراقها هذا واقع حال يعني ماذا أتكلم في شيء هذا كلام علمي ومهني أنت اليوم أنتريد تقاتل مثل هذه الجماعات وخاصة هما في كهوف في الجبال وغير الجبال كيف تصور المعركة بسيطة لا أبدا مو بسيطة سيستمر القصف عليها وسيستمر القصف مع ذلك يحتاج لك جنود مقاتلين من أجل الصعود على هذه الجبال أصعب قتال هي الحروب الجبلية أستاذي دارسيها ونعرفها وخايضيها زين ليس من نسوه لذلك فلذلك كل الأطراف ملتز من الصمت شكرا جزيلا لك الأستاذ سرمد البيات الخبير الأمني والاستراتيجي كان معنا من بغداد ترجمة نانسي قنقر